يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة بعد غد الثلاثة حفل انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية السابعة في نادي الشرقة للفروسية وسباقة وستجوب القافلة إمارات الدولة السبع على مدار 11 يوما بهدف تعزيز الوعي بسلطان الثدي وتوفير الفحوصات المجانية للكشف عنه لجميع فئات المجتمع تحت شعار سبع سنوات لسبع إمارات هذا ويشارك في حفل انطلاق المسيرة عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وفور انتهاء الحفل ستنطلق مسيرة فرسان القافلة الوردية بيومها الأول من نادي الشرقة الفروسية والسباقة بمشاركة فرسان من مختلف الجنسيات سيمرون بعارد من المناطق متسلحين بالأمل ومساهمين في رحلة تعزيز الوعي بسلطان الثدي وبأهمية الكشف المبكر عنه قبل أن يحطوا رحالهم في مستشفى مسافي